بس في زعلة. في زعلة. طيب تعالوا نشوف. شوف ايه ده بقى اللي بيحصل عنا ده. انا لسه قلت حاجة يا ميدو. قل لي كلامك صح. انا لسه قلت حاجة. لسه هقوله. انا مقولش حاجة عن الشير. انا سايبه لكم الموضوع براحتكم بعشان هنختار حد من الشير النهاردة ونقرر قرية خاصة في اللايب. يلا اكتر حد هيعمل شير هنعمله قرية خاصة. ليه متبهدلين هو انتو انا شايفة بهدله اهي 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 اهي. دي العصيان دي هموم اعباء مسئوليات عقبات مشاكل كل العصيان دي رمز لكل حاجة انا قلتها دي. شيلة تقيلة يا ميزان عندك مسئوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسئوليات في العمل. العمل للناسة اللي بتشتغل. مسئوليات لستات البيوت طبعا. مسئولياتهم كبيرة وشغلوهم كتير جدا. اذا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضي. وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل. تقيبا عايز تقوح شغل تاني. تعبد خلاص شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا. بمقابل مش مرضي. يعني هما مش مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه. فعايزين عمل جديد وشكي في عمل جديد فعلا. اصعوا بس. انتو اصعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مثلا تاخدوا تبريد في حاجة بحسة ان تغيروا المكان بتاعكم. المسئوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا المساعدة يا ميزان اللي شيلت الى انتو مش عابطين تشروها فعلا. لان انتو شايفين مش عارف يرفع العصيان من على الارض. دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم. علشان تعرفوا التنمية. شايفة قدامي The Lovers مش هرفع الكارتة ده لان عاليانين. مش عايزين مشاكل. The Lovers الحب في ارتباط. لا الحمد لله ده. ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك. اوكي. بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اول هكده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفهم. الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه؟ شايفة بعد. مش هيعجبك اللي انت هتشوفه. فحتمشي. لا لا شكرا مرسي بي. ممكن يكون البعض ده للناس اللي مرتبطين بالفعل. يعني مش لازم يكونوا في اول تعرفهم. انا حسيت بطاقة الكارت انه هو تعارف من اوله. بس برضه ممكن تنطبق على الناس اللي قريدي في علاقة. شايفة حد اللي يدور ظهره وماشي. لكن البعض ده ده قرار صائب. انت هلازم تعمل كده. ليه؟ حاجة من الثانية. الا العلاقة دي بتضرك. فهو احسن لك انت تتبقى عنها. او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك. فيبتدي الضرب اكتر. والله اعلم. ده حرمة انت حابب تنسحك. ونسحك. وقاعد بتفكر. تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص. بيحبي يفكر لوحدك. بيحبش. مش ما بيحبش يسمع نصيح حد. بيسمع من هنا. بس ما بيستجبش. بمفذ اللي في جماغه فقط. حبب تفكر. انت زعدان من حاجة معينة. ونغمز جوه زاتك يا نزان. وقاعد مستني تشوف الطرف التاني. هيعمل ايه? وافتكر الطرف التاني هيديلك جرلي. بصوا اهو. انا اسف حقق علي. اوكي? اوكي? يمشي الموضوع زي ما انا شايفا كده. شايفا قديني كمان نجاح. the world. انت شغال على حاجة انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة حتى لو في البيت ست البيت الرابط اللي بيشتغل. المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه. اجتمال دائرة. full circle. حاسب فخر بنفسك. اي نعم احنا ما نديش نفسينا بالكاردة ده لازم نسمعه من حد فانا هو بس عن معهولك. الشقاء اللي انت في ده ده نهايته او المرضود بتاعه نجاح. مية في المية. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتروعي بيتها ولادها انت عاملة شغل مية مية مية. تاخد بنفسك وحط ثقة نفسك وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة انت تعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل اللي بيشتغل برضه في العمل ومطحون بالشكل ده. انت بتعمل معجزة كل يوم. برافو عليكم وحسوا بالفخر وقيمة اللي انت بتعملوها. ما تستنوش اللي حاجة يقداركو ويديكو التقدير ده من برضه. ادول نفسكم. اه في حالة اه تيح اساس لشيء انت حاطت حاجة ناوي تعمل حاجة كده وحاطت لها اساسة. الاساس ده ممكن يكون اذكار. اه ممكن يكون خطوات بالفعل. اه ممكن الحاجة دي تكون اي حاجة ممكن تكون مثلا قررت انك انت مثلا حتصالي كل يوم. قررت انت حتصوم اتين وخميس. قررت ان انت حتطلع حاجة لله. قررت انك انت حتتيجي شغل بديد. قررت انك انت حتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. فيه حاجة انت حطت اساسها. بس لسه عايزة شغل. بس الفكرة في دماغك. اللي انت حتعمله ده. حيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت قررت يشوف طلعلك الميزان وانت ميزان. حيضيف التوازن عنك. صورة حلوة جدا مثلا انتو شايفين. شمس طلعة وبحيرة وحاجة في منتهى الجمال. يعني انت فعلا عايز الكمال. فيه ارتباط. واضح الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط. لكن واضح ان فيه بعد او فيه فراء بيحصل. وانت حيب ان انت كنسحب شوية وتفكر لوحدك وده قرار صائب يا الميزان. الشريك هيحس بالغلب بتاعه. هيكدي يقرب وهيكدي يصحب. تمام. آآ. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتديره دهرك. وابتدت تفكر وتقيم العلاقة. هيحس بغلط. وحييجي ويقدم اعتذاره. وحيبتدي صالحك ويرجع عليه تاني. آآ. شلتك تقيلة جدا يا ميزان. الارهاق واضح واضح. واضح مفيش يعني انت فعلا مش قابل خلاص. العباء زادت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية. شكلك هتدور على العمل الجديد. وبإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطت لأساس لشيء كويس جدا جدا آآ باطل تاني. آآ اللي بيقول لي انت مش ركة باللاجع يعني آآ استغفر ربنا. وآآ والله سامح. بس جدا. آآ حاطت اساس لحاجة وان شاء الله الحاجة دي حتضيف لك توازم كويس جدا عندك يا ميزان. ريتك حلوة قوي قوي قوي. تعالي نشوف الحاجة العاطفية اخبارها ايه? اوكي الصورة راحت. طب يا جماعة معلش هو الانترنت بس حصل في حاجة. ممكن تخرجه وتدخله تاني للصورة عندك مش كويسة. لما انا شايفك كويس. والناس بتكتب كومنس وصلي كومنس عادي خالص. ها. يا دينا ربنا يخليك. ما لسي بتاني بس لازم برده اقوله حاجة. لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام هو اخد زمن مش انا. آآ ان حد شوفيلي في حياتي ممكن اعرف مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش مش طروه خالص. مقدرش اقولك آآ مين وازاي. آآ الطروه حاجة فيها اجمال يعني فيها حاجات تكلم اكتر. آآ زي ما انتو عارفين الطروه ما بيقديش وقت. الناس بتسألني امتى ما عارفش ما بديش وقت. آآ ما بديش اشخاص. ولا حتى آآ نظرة ده او صفهم لك حتى. بتبقى حاجة آآ جبتة. اني جانك انا مستح بشكرك يا ريان. واضحة بشكرك يا هويدا قوي. يا حبيبتي يا دنيت دانتي لاماريني. آآ كل الابراج تقالت يا جماعة. هتتعاد ان شاء الله تدقى من ديسمبر. آآ فاضل انا برج واحد بس وهو برج العقرب. ان شاء الله هنقوله بكرة او بعده بالكتير. في حقيقة ايه فعلا خصل معي ودورت على شغل كتير. طيب يا رو استمري استمري دوري. او حاولي تاختي حاجة تمرين في حاجة بحيث انك انت تترقي مثلا تبتدي الشغل المتكاتل عليه كده تدي يقل شوية. حددت يا كريت. يا روحي بشكرك. آآ بشكرك احمد حسن جدا. ربنا يخليك يا دينا فانا والله يتلمك صح ده بتاعياتي ليه يا نورهان ده رايتكو حلوة قوي. اما ازيك يا اما 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 كمان دي صادبتي ازيك يا راح قلبي. بشكرك يا دواء قوي قوي قوي. احكيك عن الحوت روان انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حددت يا ولاق بشكرك قوي. اه اتكلمت عن الحوت الفيديو المسجر موجود في الصفحة. ادخلي شو فيه. كانت قرية برضو متميزة جدا تاعت الحوت. طيب يلا نشوف الحالة العطفية. بسم الله الرحمن الرحيم. اكي. الميزان عطفي شوية على فكرة. الميزان عطفي. الله يا سيدي. حلوة قوي قوي. طيب. الميزان. اه كوين اوب كوبس. اكي. ابتدى يقيم العلاقة بعقله. ده اه منحي العطفة خالص. او حاسس انه مش وقتها. دلوقتي انه هو يقيم العلاقة بعواطف خالص. منحي العواطف وبيتقر بعقله. وقعد واخد حذره جدا جدا. اه. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلها. بس عايز طمنك يا ميزان العلاقة فعلا قوية. ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية اه تغيير او اي حاجة من الحاجات دي. اه. لكن هي فعلا قوية. شايف شريكك ازاي. انا شايف انه هو يمكن سلبي شوية. يعني قاعد ما بيعملش حاجة. اه انت بالتعمل كل حاجة شايف ان انت شيء مسئولية اكتر منه. انت بتدي اكتر منه. وهو مش حاجة سنيها سلبية. بس عايز اقول انه مش مدي نفس الحاجة. مش مدي لك الميزان. ميزانك مش مزبوط. وانت كل حاجة عندك بميزان. الميزان عندك مبوز هولك. مش مدي لك اللي انت محتاجه. فيه بقى هو عايز ايه? شريكك عايز ايه? هو شريكك شكله مش عارف يعملك ايه? يعني هو بصص على كرة كده اعمله ايه? انا مش عارف اعمله ايه? فهمش فهمي. نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك. يعني مش يروضك بصه. اهدي يا حبيبي اهدي انا كويس والله انا معاك. انا بس مش عارف اعملك ادي لك اللي انت عايزه. بس انا بحبك انا ومش عايزة بعد عنك ونفسي يعمل لك اللي انت عايزه. بس فهمي اعمل ايه? تمام? شايفك بتتغير? بتتحول? بصه هب تغير خالص عليه. متغير عليه. اه والله الميزان شايف انه ما بيش داعي خالص. الطاقة ما بينكم بصوا الجمالي. انا اشدد كارتين عشان اتأكد. بصوا الكارت الاصفر منور ازاي? وده اه بيدل على الفرص. انتو علاقتكم مليانة فرص. يعني كل ما تحصل لانتو مشكلة بتدوا بعض الفرص. والحياة بتديكو فرص. اه وكمان معافاة. معافاة وصحوة. لو كانت العلاقة دخلت بحالة لكود مثلا. بتديته مثلا تميل وده شيء طبيعي جدا بحصل في كل العلاقات كل يوم بكل حتة. ففي معافاة صحوة كده هتحصل ان شاء الله. بصوا بقى اللي بيأكد لان الكارت كمان اكدلي المعلومات. اول حاجة هنا في عطاء بقى. هنبتدي نبدي شوية. في عطاء. افتك العطاء ده هنبني الشريك لو قراءة المنموء اللي حلل عامة انطبقت فعلا وانت بديت لشريكة بظهره. هنبتدي هو يجري وراك. هنبتدي هو يصالحك. هيتدي قبدا حاجات. اهو. بصوا هيتدي يدي لك حاجات. مستي يا عمر جدا. وهنا حب مشاعر جديدة هتبتدي تدخل جويك. وافتكر انت هتستجيل يا ميزان بسرعة جدا للتغير ده. وللمبادرة اللي عيعملها الشريكة. وهتوقف ارحام بيها جدا. وزي ما تقولوا حبكو هتولد من جديد. كأنكو بتشوفوا بعض الاول مرة. وبتحبوا بعض الاول مرة وحاجات منتهي الجميل. الناس اللي مستنين اطفال ده كمان كرت الاطفال. ممكن ان شاء الله يحصل اه حمل الشهر ده. وحيدي تاني وحيبدل هيستمر الشريك في ان هو يدي لك اكتر. وانت كمان تقريبا انت كمان هتديله انت كمان وعلاقاتكو زي ما قلتلكه. اه. اه. عايزة استلف وانا عايزة حاجة. اه بعد عني. اه. فيها كرس كتير كتير مليانة كرس. العلاقة حلوة قوية نيزان. وصراحة شريك الميزان لازم يكون. اه. يعني يحس ان هو محظوظ قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصورة فيها حاجة فعلا. ولا كده زبطت اه ده هي الكاميرا مكادش مضيفة بس. اه الكومنتات راحت فين? الكومنتات راحت فين? حد يكتب كده يا جماعة? طيب البعب البعب هين? اوكي. الكومنتات واقفة. حد يكتب كومنت كده? هو الانترنت شغل كويسة هو ما اللي حصل. طب انا هكمل قرية من شوق الله هي هترجع لوحدها. صحيح يا جماعة مش شايفة كومنتاته خالص. ولا او راشد حد بليز يقولي الصورة حلوة وكله تمام. طيب انا مش شايفة كومنتات ليه يا لولي? مش شايفة كومنت? مش شايفة كومنت خالص. انا هنعتب اي حاجة. ايوة رجعت اي. اه. اوكي. تمام. جعلوا بقعنا انا نشوف المدموع التاني. ويلا اه. ولاء او راشد. اه. تسلميني يا عليك. طوانتين. طو كويس جدا يا مسعد. الله يسلمك يا. ولا يسلمك يا هبهب. تسلميني لي حبيبك. بشكركي امل قوي. اه. حياتن لا والله متقولش كده. لا متقولش كده. والله لأ الجوزاء مش من الابراج المنخوصة خالص. خالص بالعكس. ايوة يا كاميليا. قولي لي حبيبتي. خلاص ظهرت يا راشد. لي كلام مصبوط. كويس او يا نرهان الحمد لله. طيب اه اختاروا لنا بقى يا جماعة مين اللي حقراله قرية خاصة النهاردة. صح جدا جدا على فكرة. يا مدانة مرسي جدا. وكل. وكله تانية حبيبتي. الحمدلله ايمان يا رب دايما يا رب. لانك صحة وعسولة قوي. بشكرك قوي يا محمد. مرسي 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 مرسي. مي مرسي. طيب المبنوع التانية بعد. اه من واحد لحد عشرة اكتوبر. تسلمين يا مريم ويحفظك ويسعجك يا رب انت كمان. كلام صح جدا بشكرك يا ماهي. مرسي مرسي يا روح قلبي بشكرك قوي قوي قوي. طب حلوة قوي. تعالي نشوف بقى هنا بيحصل ايه للمجموعة التانية. ايوة. اه عايز اقول لكم بس على حاجة كده وانا بحط الورق. في واحدة يعني من قلازل الناس اللي تعرفت عليها من خلال الارايات بتاعتي. حبت هديني بحاجة. حجبني كروت تاروك دي ده يا جماعنا مش صدق نفسي. انا مبسوطة جدا. وكل ده انا لم اختراها المراتي. لان امجد اللي جابهم لي زي ما قلت ركو اللي جابهم لي من المانيا دول انا مش عادة افهمهم يا جماعة كروت بالالماني. حتى كتاب بالالماني. فانا بحاجة ترجم الكتاب وترجم الصور وافهمها. شكرا. YO